السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد معاكم كاريما كنتمنى تكونوا بخير وعلا خير اليوم ان شاء الله غد نشارك معاكم واحد الوصفة ساهلة وبسيطة كيف ما عودكم دائما على البساطة شكل جديد ديال بريوش كيجي رائع بزاف كيجي مورق قطني من داخل كنتمنى انه يعجبكم وتبرتجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تنساوش يجي من الفيديو وكذلك لأول مرة كيشوف القناة كنتمنى انه يشترك ويدغط على الزل احمر وكذلك يضغط على الجرس باش يتوصل وكل جديد وكان رحب بالناس الجدد لانه فعلا زادوا بزاف ديال الاخوات مرحبا بكم كنجبر تعاليق ديالكم الرائعة شكرا بزاف على التعاليق ديالكم من دزول المقادر والطريقة التح في نفس الوقت بسم الله على بركة الله سوف نضيف المقادر سوف نحتاجه كس 4 من الحليب يكون دافي عندي هنا الكس سوف نزيد كس 4 لانه ضروري يكون دافي بالخصص ديال برد الجو كما كتلاحظو دائما كان عبره الكس ديال العنباء والمقادر كتجبرهم في صندوق الوصف سوف نحتاجه بيضة واحدة تكون بحرارة المطبخ انا كانت عندي هنا شوية بردة والحليب كان عندي شوية سخون ضيفت عليها البيضة باش ما تفقاش بردة بزاف باش ما تخصر ليش الخميرة لانه الخميرة كما كنا اعرفو ديال حاليا الجو برد يعني يخص نردو البل مزيان مزيان هنا الخميرة عندي عشرة جرامان عندي هات الصاشية هادي اللي ما عنداشي الصاشية عدي تعمل معلقة كبيرة مملوقة من الخميرة كما قد لكم الجو شوية برد صفي غادي نخلط مزيان وغادي نضيف لهم تسر ديال معلقة كبارين من سكر سانيدة تقريبا كتجي واحد نصف كس فيتوح شوية صفي غادي نخلط مزيان هنا بغيتو تخليوها ترتاح 11 دقايق لانك تفعل الخميرة ما بغيتو شي كتخدموه واشرة يعني كيبقى لكم الاختيار صفي هنا الخميرة بعد ما دابت غادي نضيف عليهم 4 كس ديال الزيت وزائد معلقة كبيرة ديال الزبدة غادي نضيفوها في الاخر اللي ما بغيتش يتستعمل الزبدة غادي نصف كس ديال الزيت كنتمنى انكم تسمعوا النصائح اللي كنقلكم وكتسمعوا المقادر اللي كنقلكم باش متعملوش هذك شي يعني كتشوفوا المقادر بالزربة وكتمشوا وكتطبقوا الوصفة في الاخر ممكن انها تنجح لكم ممكن لا وخوة البريوش سهل ولكن من الاحسن انكم تسمعوا نصائح بالنسبة للدقيق عندي دقيق الابيض اللي هو الفرس او الفارينة عندي هنا معبورة 550 جرام يعني خمسة ديال كؤوس بالعبر ديال كأس العنبة ونصف كس وكل كأس كيوزن 100 جرام صفي هنا كنضيف شوية بشوية وانا كنعجن وكم قنضيف شوية بشوية دائما الدقيق ما اضيفوش الكمية الكاملة وخنقول لكم انا 550 جرام انتم ما عبروا هذك الكمية هنا يا ضفت شوية ديال الملحة عبروا ذك الكمية وبقوا اضيفوه الدقيق شوية بشوية باش نتحصلوا على واحد العجين كيكون رطب هذ العجين هذا ما كيكونش يفحل بريوش العادي اللي كيكون خفيف بزف هذك يكون القاوم دياله كيكون متماسك ولكن في نص الوقت كتكون رطبة يعني مشي قصحة هنا ضفت الكمية ديال الدقيق اللي عندي 550 جرام زائد معلقة كبيرة ديال الزبدة كيما قلت لكم اللي بغى تستغنى على الزبدة في الاول تعمل نص كس ديال الزيت انا كتعجبني بعض المرات نضيف الزبدة لان الزبدة كتعطي واحد النكهام اختلفة للبريوش صافي هنا عملتها على سطح العمل وغادي مبدا نعجن فيها في الاول غادي تبقى لكم اللي انها بلتك تقطع العجين عادي لان الزبدة اللي كنضيفوها للعجين هي اللي كتعملها الطريقة هذي في حالة الشكل هذا كتبن كتلتها ساقف اليدين لان الزبدة كتكون باقي مدخلت شي في العجين وكيكون واحد فرق كبير بما اننا كنضيفو الزبدة في الاخير او كنضيفوها في الاول يعني القاوم ديال الزبدة كي تبدل بصفة نهائيا شوفوا معي هنا يا انا هاد المرحلة بغيت نخليها لكم باش شوفوا بلي ان هاد الزبدة شوفوا شن اللي كتعمل ولكن ما تخافوشي منا را كتتجمع في الاخير وما كتبقاش يكتلتصق في اليدين بعدين نجيب واحد اسباط تولى اللي كتكون عنا في الضر يعني اي وحدة كتكون عندها حال هادي في الضر صافي كم قاوم نجمعو العجين في حالة شكل هادا سواء انا عجنتي على شي طاولة او عجنتي على سطح العمل ديال الكوزينة ديالك مهم مش مشكل صافي كم ماشتوا معي كم قا نجمع عذاك العجين شوية بشوية وكما كتلاحظو كان عجين غير بيد وحدة يعني بعض المرات كنستعمل جوج يدين بعض المرات كنستعمل غير يد وحدة صافي ملي كتشوفوا العجين بدت كتلتصق في سطح العمل كتجيب واديك سباطولة وكتجمعو العجين ديالكم صافي بكل سهولة هنا كما كتشوفو العجينة مقتشي كتلتصق صافي ذيك الزبدة تخلط في العجينة وهنا قادي نزيد من ديالك ووح شوية مشي بززف وغادي نتحصلو على واحد العجين اللي غادي يكون رطب وما كيلتصقش في اليدين وفي نص الوقت عندي مدلوك ومعجن شوفوا معي العجينة هنا ما قطعت شي حاجة من من هاد المراحل غير كنت كنزرر بالفيديو فقط صافي كما كتشوفو معي ما ضيفت 3 دقيق لأول ويعني ذيك الكيمية اللي ضفت معكم في الأول ومع ذيك مع القادي هي الزبدة في الآخر هي اللي عجينت بها صافي كما كتشوفو معي العجينة عندي متماسكة او مدلوكة هنا غدي نخليها تختمر كي بقال حسب الجو وحاولوا انكم تغطيوها مزيان باش تختمر لكم ضغية صافي كما كتلاحظو هنا بعد ما اختمرت هنا تقريبا دت لي واحد ساعة اللارة يعني 45 دقيقة كما كتشوفو ضروري الضعف الحجم ديالة يعني ضروري ومؤكد باش تنجح معكم الوصفة اذا ما اختمرت شي العجين كونوا متأكدين العجينة غدي تجيكم تقيلة بعد ما غدي تطيبوها يعني غدي تحسوا هذيك البريوش ديلكم تقيل هنا حاليا لأن الجو بارد أمامك يكون فصل الصيف 10 دقائق كتكون اختمرت يعني لحسب كل وحدة فوقاش غدي تشوف هذا الفيديو هنا غدي نحتاج تقريبا واحد جوج معلقة ديالة الزبدة إذا كانت عندكم عفوها الزبدة بردة دوبوها شوية أنا ناي كانت عندي يعني بحررة المطبخ صافي كما كتشوفو غدي نحتاج ناي شوية ديالة دقيق باش غدي نطلق العجين ضروري أنكم تطلقوها مزيان رقيقة أنتم ما غدي تشوفوا معايا غدي نتحصلوا على واحد مستطيل أو مربع صافي دائما كنستعنوا شوية ديالة دقيق حاولوا أنكم تستعنوا بدقيق إلا شجوها بدات كتلتصق معكم صافي هنا بعد ما طلقتها كما كتلاحظو لجينة كتكون شوية رقيقة ما تعمل واشي غليطها بزف لأنه بقي غدي نطلقها يعني اللي بعطيتها صافي غدي نجيب الزبدة كما كتلكم واحد جوج معلقة كبارين مشي عامرين بزف هنا غدي نضيف غير نص فقط ديال هاد العجين يعني غدي نضيف غير نصف ديالة لأنه غدي نطلق العجين على جوج صافي كما كتلاحظو إذا شتوها بردة حاولوا أنكم تدوبوها شوية صافي هنا يا عندي شوية ديال اللوز مشي محمر يعني اللوز عادي طحنتوا بودرة كما كتشوفو وضيفتوا هادك يبقى اختياري صافي وغدي نرد العجين كما كتلاحظو أريد كتشوقو تلكم أنا حاولوا أنكم متعملوا شغلتها بزف وهنا كذلك في هذه المرحلة حاولوا أنكم تزيدوا تطلقوها شوية وحاولوا أنكم تقدوها وهنا ممكن أنكم تزيدوا تطلقوها كتار من هكذا إذا بغيتوا البريوش يجيكم صغير أنا عملتهم شوية كبارين صافي اكتافي صغير في هاد القياس هادا غدي نجيبوا سكين أو جرارة وغدي نقطعوا هنا تقريبا عندي واحد ما بين خمسة ستة سنتيم كما قلت لكم أنا جوني شوية كبارين ثم إذا بغيتهم صغارين هدي تزيدوا ترقوها العجين باش ملي تكونوا كتلوي والعجين ديالكم غدي يجيكم البريوش صغير وكذلك هنا بعد ما غدي نقطعوا كاملين بهم غدي نجيب هنا كذلك الجرارة أو السكين وغدي نعمل ثلاثة ديال تقطيعات في حالة الشكل هادا ولكن ما كنوصلوشي تقطيعات الاخر يعني كنخليو شوية الفوق وكنخليو شوية التحت وكنجب دو العجين وكنلويو في حالة الشكل هادا يعني ما تخافوشي منك تحاول أنكم تلويها بكل سهولة طريقة رابعينة في الفيديو هنحاول نكمل معاكم صافي كما كتلاحظون انتم ما كتلوي وتما كتجب دويدكم باش مجيكم شي واحد جهة غليطة واحد جهة رقيقة صافي كما كتشوفو ومن بعد كنلوي في حالة الشكل هادا طريقة رابعينة سهلة وما تخافوشي يجيكم عجنين كما شو معايا في الأول كيجيو مورقين لأننا ضيفنا هذيك الزبدة كتعطيها الطورق وهذيك الزبدة عادية مش الزبدة ديال التورق ومش الزبدة ديال العولة بأنا استعملت غير النوع العادي ممكن أنكم تستعملوا أي زبدة عندكم مش ضروري أنه تكون ديال التورق صافي كما كتشوفو نفس الشي كنحاول أنني نلوي وأنا كنجيب بديدي شوية واش مرجيني شي غليطة بالزف صافي وكنشكله بحالة الشكل هادا كما كتشوفو رابعينة سهلة كذلك نفس الشي كنعملو ثلاثة ديال الفتحات وما كنوصلو شي صلى آخر كيجيو الشكل ديالهم كيجيو شوية مبدل كيجيو رائعا بالزف كنتمنى أنكم تجربوهم ما تنسوشي اللايكات البنت كتكونوا كتفرجوا وكتنسو اللايكات لايك الفيديو مع التعليق ديالكم إن شاء الله وتبرتجوا مع الأصدقاء والأحباب ديالكم صافي كما كتشوفو كنحاولو أنني كنجب دون وكلويه العاجين كالروليو يعني الطريقة رساه لا يعني مش شي حاجة لي صعيبة كتحاولو أنكم تنوع شوية في المائدة ديالكم وكذلك الأطفال ديالكم كل مرة إنسان كيوجد لوليدته شي حاجة لي كتكون مختلفة ونفس المقادر يعني المقادر بسيطة مش شي حاجة لي هي زيدة في الضار يعني ذيك اللوز اللي عملت هذا كيبقى اختياري ماشي ضروري صافي كما كتلاحظو إحنا كنلويه وإحنا كنجب دو شوية باش كتجينا متساوية صافي وكنشكرو بهذه الطريقة رأي الطريقة سهلة وبسيطة والعاجينة كتكون مرخوفة وفي نص الوقت ما كتلتسق شي في اليدين كنتمنى أنكم تسمعوا هذ النصائح صافي هنا غادي نسالي الكيميا اللي عندي كاملة وغادي نخليهم يختمروا بالنسبة لها المرحلة الثانية ما كيديوش الوقس طويل يعني في حلف اللول تقريبا كيديو ما بين 20 دقيقة 25 دقيقة هنا أنا كندهنون في الأول عندي واحدة صفر ديال بيطة زيت له شوية ديال الماء باش كيعطينا هذك اللون الدهابي صافي وكندهنون مع عاد كنخليهم يختمروا أنا دائما البريوش بصفة عامة كيفما كانوا كندهنون في الأول ما كنخليهم شي تل آخر وبالنسبة للتزيين أنا زيت لهم شوية ديال الحبيبة ديال الشوكولة وشوية ديال لوز إيفيلي كيبقى اختياري يعني أي حاجة كنضيفها من بعد كتبقى اختيارية ممكن أنكم حتى تخرجهم الفران عدد دينوهم سواء بسكر غلاسي سواء باللو سواء بش ما بغيتهم اللي كان عندكم توفر ممكن أنكم تدينو به حتى الجنجل ممكن أنكم تضيفه يعني لكم الاختيار في التزيين كما كان قل لكم دائما صافي هنا بعد ما غادي نسالي وغادي نزيينهم من قبل 11 دقائق كيسخون على 180 درجة يعني عفية متوسطة مشي مع عفية مجهدة ومشي نقصة بزف يعني متوسطة من بعد بعد ما كيخمروا كندخلهم الفران طواة كتكون في الوسط كيبقى طيب ومن 15 حتى 20 دقيقة كيبقى عليه حسب الفران دائما كنقول لكم حسب الفران ديالكم وخاكي يكون مثلا 180 درجة كتكون عندكم هذيك 180 درجة كتكون ناقصة شوية مشي في حل الفرارين مثلا اللي كتكون 180 درجة كتكون عفية متوسطة يعني أقل حاجة 15 دقيقة كيكونوا طيبين إذا كان عندكم الفران ديالكم ما كيسخون شي مزيان يعني نقدر تديركم حتى 20 دقيقة كذلك بالنسبة لفران ديال الغاز حتى هو كنشعله العفية كتكون توسطة كنشعله غير من الأسفل بلا ما كنشعله من فوقي حتى كيسخون وكندخلوا الطواة حتى كنشوفوهم بدو كيتحمروا من الجواني بعد كنهبطوهم من الأسفل وكننقصوا النار ضروري تنقصوا النار من اللي كتبطوهم من الأسفل تقريبا كيديكم غير واحد أقل من دقيقة في الأسفل يعني ما كيتعطلو شي بزف وقبل ما كتبطوهم من الأسفل بالنسبة لفران ديال الغاز تقريبا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة كتفتحو عليهم وكتشوفوهم وجلو كيتحمروا من الجواني بصافي كيكونوا طيبين من الأسفل صافي كما كتشوفو هذا والشكل ديالهم أن الدولي 15 دقيقة 180 دراجة الفران ديال الضو الطواة في الوسط يعني كنحاول نعطيكم جميع النصائح كما كتشوفو هذا والشكل ديالهم الدهابي عفوا كيجي وخفافين كيجي ورائعين شكلا ومداقا كيجي فيهم وحل المداق مزيون بزف بالخصوص هذه الزبدة اللي كنضيفو في الأخير كتعطي واحد النكهة مختلفة بزف على البريوش العادي وكما كتشوفو معايا كيجي مورقين من داخل كنتمنى أنا الفيديو أعجبكم ودائما إذا عجبكم الفيديو تبرتجوا مع الأصدقاء والأحباب ديالكم هنا قد نكون وصلنا أخي الفيديو وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله نخلكم مع الفيديو السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر